مساء الخير كان يفترض أن يخرج الدخان الرئاسي من مدخنة نواب التغيير والمكونات المعارضة وتكتل التيار الوطني الحر ويتم تبني ترشيح جهاد أزعور إلا أن زعرنة التيار الدبلوماسية فرضت على جبران بسيل التفرغ لصد العدوان الآتي من باريس عبر سفيرنا إلى المجون والمؤهل لمنصب سفيرنا إلى السجون رام عدوان ملف هوى على مستوى الفضيحة وأخذ يهدد علاقات بلدين بعد أن طلبت خارجية فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عن سفير لبنان في باريس بهدف تسهيل عمل القضاء الفرنسي وقد ردت الخارجية اللبنانية بإعلانها إفادة لجنة تقصي حقائق مشيرة إلى أنها لم تتبلغ أصولا عبر القنوات الدبلوماسية لكنها أكدت حرصها على التعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية فهل تخرج لجنة الاستقصاء الجنسي بحقائق هي بنت عم الحقائق اللبنانية؟ أم أن رامي سينتصر بعدوانه ويكلل بإبقاء الحصان على منصبه وشخصه وبقية أعضائه السياسية في التيار الوطني الحر؟ ولبنان الدبلوماسي بات محرجا في قضية لها الأثر الكبير في فرنسا وعلى مستوى الدولة ووزيرة الخارجية كاترين كولونا التي أبدت اهتماما بالغا بالمتابعة وتقصي الحقائق لكن على الطريقة الفرنسية غير الخاضعة للمحرمات السياسية وكولونا المتحمسة دبلوماسيا هي نفسها المنغمسة رئاسيا في ملف تصحبه إلى الرياض لتبحث الرئاسة اللبنانية مع نظيرها السعودي فيصل بن فرحان ولحين تبلور النتائج العربية والدولية فأن الحراك المحلي على خط ترشيح أزعور تأجل بعضه وقد يفرج عن بعضه الآخر الليلة إذ تترقب الأوساط المتابعة كلمة سيلقيها رئيس التيار الوطني الحر في إجبيل وما إذا كان سيعلن خلالها ترشيح وزير المال السابق للرئاسة ويصحب جبران معه الرئيس السابق ميشيل عون والذي تنقل به من بلاد ميرن الشلوحي إلى بلاد جبيل لتصوير أن اسم جهاد أزعور أصبح في مقدمة الدستور العوني ومصدق عليه من ميشيل عون شخصيا وإذ يحضر النائب سيمو أبي رميا قسريا بوصفه نائب المنطقة فإن المشاركة من نواب التيار الآخرين لا تلزم أحدا وتقول مصادر الجديد أن المرشح أزعور نفسه يطلب إلى عدد من القوى التريث في إعلان ترشيحه ريث ما يتأكد من وضعه الوظيفي في صندوق النقد ومن جدية القوى السياسية بالترشيح وقد التزمت القوى التغييرية والقوات والكتائب بالتريث المرحلي وقالت النائب غاد أيوب للجديد أنه يوم الاثنين المقبل كحد أقصى سيتم الإعلان عن موقف المعارضة بالذهاب نحو ترشيح أزعور واعتبرت أنه بترشيح أزعور نجحت المعارضة بإسقاط ترشيح سليمان فرنجية لكن هل يفتح الرئيس نبيه بري جلسة بترشيح وإن بالمفرأ لأزعور هو لا يزال على موقفه وقال للشرق الأوسط لن أفعل وبعض الوشات في الداخل والخارج ليجعلون أفعل وهذا ما ردت عليه القوات اللبنانية منتقدة البهورة الدستورية وقال النائب بياربو عاصي زميل نبيه بري إن صلاحيات زميله محددة ولا يستطيع أن يدعي امتلاك صلاحيات كالملك لويس الرابع عشر الذي كان يقول أنا الدولة والدولة أنا لكن بري لن تعطله أوصاف أو تشبهات وهو عازم على مصادرة حق النواب في ممارسة اللعبة الديمقراطية ويستمر بخطف الصندوق الانتخابي كحال خطفه هانيبال معمر قذافي الذي أعلن اليوم إضرابا عن الطعام بعد عشر سنوات من السجن ظلما وإذا كان بري قد أمر باستمرار سجنه فماذا عن القضاء المرتهن لأحكام السياسيين وماذا عن القاضي زاهر إحميدي الذي ينفذ مذكرات تسطرها عين التيني والقضاء على مستوى أرفع يمكنه صحب الملف من السياسيين لكنه يخشى سقوطه ويمكن لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أن يرفض كل هذه المهزلات ويسحب الملف من تحت حصانة الرئاسة الثانية فالقذافي الإبن يهددكم اليوم بحرب الأمعاء الخاوية